تلقي الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على أوروبا على أصعيدة عدة من أهمها إمكانية وقف عمليات تصدير الغاز الروسي إلى القارة العجوز وهو ما وضع الأوروبيين في مأزق بسبب اعتمادهم بشكل مباشر على إمدادات الغاز التي كانت تأتي من موسكو مما سيجعل السوق الأوروبية أكثر عطشا بشكل واسع ولذلك بدأت أوروبا في البحث عن بدائل مقترحة من أجل تعويض هذا النقص وخصوصا قبل حلول الشتاء المقبل فرنسا اقترحت على أوروبا بدائل لتتحرر من الغاز الروسي خصوصا أن اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الروسي ليس بنسب القدر في كل دول الاتحاد وتقدر نسبة الاعتماد الأوروبي جمالا على الغاز الروسي بـ 40% هذا وتعتمد فرنسا على 20% من استهلاكها على الغاز الروسي بينما تعتمد عليه ألمانيا بنسبة 49% وإيطاليا بنسبة 46% هذا وتعتمد دول أوروبية بشكل كامل في استهلاكها على الغاز الروسي من ضمنها فنلندا مثلا ومولدافيا ولاتفيا والبوسنة ومقادونيا باريس طرحت مجموعة من البدائل في هذا الصدد من ضمنها تسريع عملية تخزين الغاز اعتبارا من الصيف الحالي استعدادا للشتاء المقبل كما طرحت فكرة إجراء مشتريات جماعية بهدف الحصول على أسعار مخفضة حلول أخرى اقترحتها فرنسا من ضمنها تنويع مصادر إمدادات الغاز من منتجين عالميين وكذلك تحسين أداء محطات الغاز الطبيعي الموجودة في الدول الأوروبية صدمة كبيرة تلقتها أوروبا بعد قرار وقف إمدادات الغاز الروسي خصوصا أن البدائل لم تكن مطروحة حتى خروج القرار إلى النور لذلك تسارع الدول الأوروبية في إيجاد حلول تساعدها على ري ضمائها من الطاقة تسارع الدول الأوروبية في إيجاد حلول التصوير